ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر من ماذا اصبت بالدهشة؟ اصبت بالدهشة من سرد الحكاية من التفاصيل كل الموضوع هو للامانة يعني ما شاهدته وشاهده المشاهدون الان هو جزء صغير من ما حصلنا عليه من الفيديوهات لنوال ومما روته لنا نوال هناك الكثير من الامور التي تحفظنا عن ذكرها لاعتبارات متعلقة بعائلة نوال لاعتبارات اخرى متعلقة بالحفاظ على هويتها وعدم ذكر اسماء بعض المتورطين في هذه القضية اصداد غادة انت قلت لي اثناء قبل يعني في الجزء الاول ملاح الحصة قلت لي انه اغلب هذه الامور هي طاقة سلبية يعني في رأيك يعني كيف تقنعين نوال بشكل مباشر انه ما تقوله من الامور التغيرات الجسمية التي تحصل عليها تمزق جسمها وعملية القيء هذه اللي شاهدناها اعتذر من المشاهدين على كلمة القيء حاشاكم وحاشاك استاذة غادة كيفاش تقنعيها انه هذا الامر غير حقيقي طبعا هناك تقنيات في البرمجة لخلخلة هذه المعتقدات دعنا نتفق بداية بالنسبة لي جزء لا يستهان به مما ذكرت هي عبارة عن اوهام عقلية انا اتكلم من وجهة نظر علمية لذلك اقول ذلك وربما الكثيرين لن يوافقون لكنني مصر على ذلك كيف اوهام عقلية يعني اوهام عقلية لعبة العقل او دعني اقول لك العقل عبارة عن جهاز ضخم جدا 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 ودرجة الاستيعاب فيه تفوق الحواسيب لكننا لا نوظفه الا لاشياء بسيطة جدا والغالبية العظمى لا يستخدمونه فقط نتلقى المعلومات التلقي ونتلقى الامور بالتلقين ونتابع مسيرتنا من صفر الى مئة دون اي اعمال لهذا العقل بالدراسات توصلنا الى ان جزء كبير من الذاكرة او الاحداث التي تحدث في الماضي هي مشوهة والعقل يعيد صياغتها بناء على الحالة الشعورية التي نكون فيها وقس على ذلك اذا اقول لك انه انا ذكرياتي ذكريات مشوهة ومعدلة حسب حالتي الشعورية فمن هاي النقطة بامكانك تدرك انه ليس كل ما تراه حقيقة فبالنسبة لنا اقول ان جزء كبير مما ذكرته هو عبارة عن اوهام عقلية اوهام عقلية لانك لم تريها لانك انت لم تريها لانه ساعدت سياغت السؤال ربما لم تتهمي عنه في السؤال الاولي انا قلت لك انه توجهي بالاجابة الى نوال بشكل مباشر ولكن ليست نوال الوحيدة التي تقول انها هناك الكثير من الهات تشاهد اقصد في حالة نوال يعني مشي غير نوالي قلت لنا راني انخرج سلوكا وامور غريبة من جسمي حتى اهلها باباها ويماها واختها واقاربها لتلاقينا بهم كانوا شاهدين على حالات انهية تقوم باخراج واستفراغ الحديد والحجر والصوف والشعر من فمها هل هم كذلك مصابون بتواهم عقلي؟ عذرني لو كان الموضوع حقيقي لماذا لم نشاهدها اثناء عملية التقيق اثناء خروج هذه الاشياء انا عم بحكيك منطقي لا تفضلي بكل اسئلة يعني انا عم بحضر هذا الفيديو بقلك انه هذا الفيديو مطبق تطبيق بداية من طبقة الصوت وهذه الاصوات التي كانت تخرجها انا بامكاني هلأ صرخ لك مثل اللي كانت الصيخ اللي كانت عم بتصرخه وانا قاعدة بكامل قوايا عقلية وبكل رواء فموضوع الصوت وهي الشغلات انه هي بتحكي بصوت حدا تاني كل واحدة فينا وكل واحد فينا عنده مخارج للحروف انت دارس فوكال وبتعرف انه نحن مخارج للحروف او مخارج النفس عنا فينا نتحكم فيها بهذه الطبقات فلذلك انه موضوع الصوت خلينا نقيمه على جنب فاللي عم يحكي واللي مركء واللي اثناء عملية التصوير فيوجد لبس يعني اقنعني انه هذا الصوت خرج وانا بخرج لك صوت مثله خلق فيني بخرج لك صوت مثله طيب طيب كي نواصل النقاش يعني بالتساوي انت تقولين انه الصوت هو ربما صوت مفتعل تفسيرك للصوت الذي سمعناه هو الصوت مفتعل او صوتها يعني هي استخدمة طبقة اخرى من صوتها طيب بخصوص الجروح الموجودة في جسمها جروح وكدمات موجودة في جسمها هل تعتبرين انه ربما بشكل في حالة منها اللاوعي او الوعي المقصود هي من جرحت نفسها بتلك الطريقة ومزاقة جسمها طبق ممكن ممكن واحيانا ببعض الحالات اذا شفت كدمات او بقع زرقاء او حمراء او ايا كانت هي عبارة عن تكسر بالصفيحات الدموية يعني اذا انت نمت وبحالة نفسية معينة كنت حزين كنت زعلان كنت عم تبكي اكلت طرق او انت منك منتبه يعني خبطت بحاجة قاسية و يعني ضربت نفسك ممكن تكون انت ناسيان انه انت انت رأت بهذا المكان يعني يا ما بتصير انه انا اي في بلاقي ايدي زرقاء او بلاقي رجلي مثلا عندي كدمة فهل انا بجيب اقولك والله يجوا ضربوني وانا نايمة يعني هون المشكلة انه ارجوكم يعني يعني ياريت يحترموا عقلنا يعني هادي من بيني مثلا تشخيطة شفرة موس يعني وزواوي مين زواوي ما بارش اذا ما ازبوط انا اريتا زواوي زوجها فحير اثن زوجها اي يعني فممكن يكون هو عم بيمارس تعنيفة عليها يعني هو اللي عم بيشرطها يعني وبعدين فيه الف طريقة لحتى اقنعك انه انا دور ضحية فالمفارقة مع ليش انا بيحترم كل النساء وبحترم كل الناس اللي بيلجأوا لهي الاساليب لكن ارجوكم احترموا عقولنا يعني فيك تقولي انا انسانة معنفة من دون اللجوء لهي الاساليب هاي الاساليب تعتبر اسهل الطرق يعني اسهل الطرق لانه عم بحكيك غيبيات عطيني اثبات ما فيه اثبات يعني انا اثبتلك انه هذا الشي مو صحيح او اثبتلك هذا الشي صحيح كمان انا ما عندي شي ملموس لكن انا عم بحكيك فقط امور علمية يعني تعال نحكي ولكن عفوا سيدة غادة انت تقولين تقدمين الاجابة وتقدمين نقضها في نفس الوقت انت تقولين لا فهمت يعني نعم انت قلت انه من الصعب اثبات انه هذا الامور لانه غيبيات لكن انا عم بحاول قدر انه لماذا تنفينها ولا تصدقينها لماذا انفيها لانه انا عم بعطيك انا قراءة علمية يعني انا مجرد مثلا انا عم قلك على الكدمات انه هي عبارة عن تكسر بالصفايحات الدموية هاي انا عطيتك تفسير علمي طيب وحكيتلك على موضوع الصوت رح نعطي مثال شائع ومعمم وربما كمان في المشرق موجود موضوع المرأة التي اللي بتكون حامل بصبي وبتأجهد شو بيقولوا عنا تابعة عليها التابعة طيب نحنا اذا بنفسرها علميا فعليا نحنا عنا بالصبغيات اكس وواي يعني في عنا اثناء عملية التلقيح اذا كانت النطفة مذكرة فبينتج عنا نحنا مع البويضة المخلوق ذكر والعكس بالعكس اذا كانت النطفة مؤنثة طيب بالعلم بيقولك انه النطفة الذكارية هي اضعف وابطأ من النطفة الانسوية طيب اضعف من في طريقها الى البويضة نعم نعم في طريق التلقيح النطفة الذكورية هي اضعف وابطأ وهذا يفسر ارتفاع نسب البنات في الوسط صحيح لان نطفة المؤنسة اسرع وانشط بالحركة النساء متفوقت في كل شيء يبدو ربما انا مع المرأة بالمناسبة طيب غالب الاحيان عندما يكون فيه اشكالية بالنطفة الذكارية يحدث انه يكون الحمل ضعيف فهذا ما بيصير تباعا انه بيصير اجهض فتيجي تقللي انه طابعة فنحنا دغري مباشرة عندنا الحلول البديلة الغيبيات حاضرة وموجودة يعني عبر التاريخ خلينا نقول انه دائما القاء باللوم على الماورائيات هو اسهل طريقة بيتباع البشر لحتى يخلصوا حالهم وما يشغلوا عقلهم ولحتى يلاقوا طريقة تختكلي مسؤوليتهم انا ما خصني عندي تابعة وقف على ذلك طيب سيدة غادة النوال منذ اربع سنوات هي تعيش محتجزة في منزل لا تخرج منها نظرناها هي لا تخرج ابدا من المنزل وعليها جروح ولديها نوبات صرع ونوبات صراخ ونوبات ما الذي يدفع بشبة في كامل قواها العقلية الى ان تقوم بهذه الامور يعني في نفسها ان لم تكن مورائيات هي من تتسبب في هذه الامور ما هو تفسيرك لذلك تفسيري هي تلعب دور الضحية ببساطة ببساطة جميعنا نلعب دور الضحية شئنا ام ابينا لكن عندما تأخذ قرار انه انا لست ضحية فهون انت متحكم بزمام امور حياتك انت صاحب القرار نستعطف الاخرين ونستجدي اهتمامهم طيب انت تقولين انه نوال ربما تحاول وهذا الكلام يعني يلزمك انت وكذلك هناك من يوافقك من الجمهور في الرأي ولكن هناك مشاهدون مستعدون لان يبصموا بالعشر اصابع ان ما تعانيه نوال هو امور متعلقة بالغيبيات يسمونها سحر واشعب وذا امور اخرى سننتقل بالنقاش الى نقطة اخرى حتى ستحدثت عنها نوال هي قضية انه قالت انها زهرية وقبل الحلقة انت قلت لي انه هذا فعلا يعني زهرية نوعا من القربان الذي يقدمه المشعوث في عمليات مختلفة لن نتحدث عنها امام الكاميرا لاننا لن نعود لأفكارهم ولكن ما تعليقك على كلمها انها زهرية حقيقة يوجد هناك اشخاص اصحاب طاقة عالية طاقة ايجابية عالية او هم من سلالة دمصة في ان صح التعبير هم المستهدفين من اصحاب النفوس الذنيئة الذين يرغبون بسهيل اعمالهم كيف يفعلون ذلك؟ لهم طرقهم لا اعرف تحديدا لكن اعلم انهم فعلا يستهدفون الاشخاص الزهريين لانهم اصحاب طاقة عالية وهم موجودون في كل مكان وببساطة كيف تتعرف عليهم في المكان الذين يكونوا موجودين فيه يصبح مرزوق يعني يزيد الرزق طاقتهم عالية واضحين بين الاخرين يعني لما يدخلوا على منزل وكما قلت يدخلوا على منزل يعني احنا نقوله عنده خطوة مربوحة نعم نعم هذا المثل الشعبي فيه نوع من الصحة نعم نعم صحيح وقلت لي كذلك انه بعض المشعبذين يستهدفون يختطفون الاطفال ويقطعون الكف دون سن السابعة يشقونه بدون الدم بالنهاية يعني بيشقوا الكف ومشان يحصلوا على الدم لحتى يقدروا يحضروا الجلسة يستحضرون الجن هيك بيقولوا طيب استاذ غادا في هذا النقطة انت قلت لي انه نوال على اعتبارك انها لديها طاقة سلبية وليست مصابة بمس وبجن واعتبرتها غيبيات صعبة التأكيد وفي الجانب الآخر يعني تعترفين بوجود الزهريين ولديك خلفية عن الزهريين الذين هم كذلك في دائرة المورائيات نعم يعني فسري لي رح فسر لك ما يتعلق بالجن لانه هذا الخطاب المزدود نجده كثيرا عند المتعلمين عندما يتعلق الامر بالسحر والجن والشعوة يقول لك غير موجود ولكن لما تتعلق امور اخرى متعلقة بالفضاء او الكنوز او الزهرية يعترفون بهذه الامور لا انا سميت لك ياها من البداية طاقة سلبية وطاقة ايجابية وحتى لما قلت لك زهريين قلت لك هنه اصحاب الطاقة العالية الايجابية ذلك بس فقط لا غير وانحنا بنسمي ان كان جن او كان ما شئت هي هاي الكائنات اللي نحن اللي انا ما شفتها بسميها طاقة سلبية فقط طيب استاذة غادة المفروض انه العلم اشكال العلم في تطور مستمر ولم يعود هناك حديث عن علم يجب مجسد وعلم غير مجسد هناك بعض العلماء الذين يرجحون بشكل كبير فرضية الشعوذة والجن يعني احيانا بعض المواطنين البسطاء يلجؤون الى اطباء يعجزون عن علاجهم ويقولون لهم توجهوا الى راقي يرقيكم ربما لديكم امر خارج عن نطاق العلم ما رأيكم في هذه الشريحة من المتعلمين المتعلمين ببساطة هني عم يلجأوا لشي اسمه العلاج بالايحة العلاج بالايحة هو تماما مثل ما انت تروح عن دراقي ويرقي لك يقرأ لك قرآن خلينا نقول انه طاقة القرآن هي طاقة شفائية عالية جدا هي اعلى طاقة فعليا يعني فمجرد انه انت تقرأ على الماء او يقرأ على جسد المريض فهو بيفترض انه هو عم بيوجه له طاقة هو عم بيوجه له طاقة بالكلمات القرآنية طبعا الموضوع ليس بهذه البساطة يعني هو الراقي او خلينا نقول كل من يمتهن هذه الامور يعمل على تهيئة المريض نفسيا يعني انت لما بتجي لعندي بدي اعملك جلسة علاج فانا بدي هيئك نفسيا وبقلك انه انت طبعا انا وافقة انه انت بس تخرج من هذا المكان رح تكون بحال افضل ورح تكون تشعر بالارتياح فعليا انا عم بعطيك المسيجز عم موصل المسيجز لعقل الباطن فانا اعطيتك الايحاء الايحاء اللي انت مجرد تخرج من عندي رح تطبقه اه ايه والله حسيت حالي ارتحت في ناس بستير فيهم يعني بتروح عن طبيب 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 يعني انه فعليا بتروح فيه اطبه معينين فعلا بتكون تقطن ايجابية مجرد انك تروح لعنده يفحصك وكذا وانت تعالى بتقول يا الله حسيت حالي ارتحت بلشت اشفى يعني طبعا الا بالحالات المستعصية لكن فهون هو شو عمل هو ريحك ناصيا نحنا ما يسمى باليبنوز يعني التنيم الهيبنوز مجال تاني هلا في منهم لا اعرف ان كانوا فعلا يعلمون التنويم الايحائي تنويم الايحائي وليس المغناطيسي يعني تنويم الايحائي هو عبارة عن جمل تلقينية جمل فطفاضة تلقى على مسمع المستفيد نحدث فيها خلخلة في التركيز الوعي من اجل ايصال رسائل مباشرة الى العقل الباطني هناك نقطة اريد ان تتوضح الرأي العام بخصوص كلامك استاذ غادا هناك ربما مشاهدون سوف يحتارون ان كنت تؤمنين وتعترفين بالرقية بشكل عام ام تؤمنين بها في استخدامات معينة العلاج بالقرآن وانت تستخدمين قلت لي العلاج بالقرآن نعم انا بستخدمه لاني لبناتي الذين لا يعرفون القراءة اول اية نزلت ما هي اقرأ اقرأ يعني يفترض اضعف الايمان انه كل اياتنا قادرين نمسك كتاب الله ونقرأه فببساطة يعني من هذا الشخص يلي انا بدي روح لعنده وخليه يلمس جسدي او يقرأ لي علماء طب ما انا بارث اقرأ اي سورة بالقرآن اي اية بالقرآن هي على حسب النية اللي انت بتطلقها قبل ما انت تقرأها بتأدي الوظيفة يعني انا بدي اقرأ الفاتحة على نية الشفاء فستعطي مفعول ولما بقرأ ياسين على نية الشفاء رح تعطي مفعول لانه نيتي انا انه انا اتشافة في هاي الاية القرآنية فلذلك يعني ارجوكم كفا يعني كل واحد قادر انه يعني كل واحد غير امي معلش امسك انت كتاب الله واقرأ على نفسك فشو في داعي انه يبتزوكم ماليا ويصحبوا منكم بطريقة كارثية انا بعرف فيه ناس عم بتبيع دهبة وعم يعني تخسر اموال طائلة مقابل انه تروح عند الراقي لحتى يطلع الجان منه ما بعرف اذا لازم احكي لك حادثة صارت معي لا فعلا تفضل لي في احدى الجلسات جلسات الاصدقاء اللي فيها معالجين جمعوني مع شيف اراقي يعني اراقي بالبداية طبعا هو جاي لحتى انا اقرأ له اعمل له تحليل لشخصيته بعدين انا بصراحة ما قرأته لماذا لا اعرف مرتحت له فانا ما قرأت ما عملت له قراءة يقل لي حكي لي فقلت له انا ما عندي شي احكي هذا اول شخص انا بامتناع امتناع كامل اني انا اعمله قراءة انا معروفة يعني اي حدا بتكون ماشي بالطريق احيانا ما بيكون عندي وقت فانو بعطيهم قراءة سريعة لكن هذا الشخص بالتحديد ما قريت له رحت القصة اجتمعنا مرة ثانية ومرة ثالثة بالمرة الرابعة بيقلي يبدو انه عندك جن عاشق قلت له كيف عرفت؟ أو شو دليلك؟ فصار يعدلي انه بتشوفي مثلا كوابيس بتسمعي أصوات بلا 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 الى اخرى هي طبعا عدلي شي عشر تعدادات فانا كله لا 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 صدفت ثقبت واحدة بس من العشرة اللي هي انه بتساقط شعرك بتقول له ايه بتساقط شعري انا؟ قلت له ها شفتي شلون؟ شفتي انه انتي عندك مص؟ قلت له انتي عددت لي عشرة من العشرة صبطت واحدة بتقلي انه انا عندي مص؟ بكل الاحوال تعالي لعندي خليني اعملك جرسة رقية قلت له ليش بدي ايجي لعندك مشان تعملي جرسة رقية قلت له خليني نتاكد اذا انتي في عندك مص او لا ايه؟ طيب شو المطلوب بتجيبي النينة الزات وحبتين قارس وطعم صلة وتنحي المانيكور الاخرية عملي متل ما بيقولوا التهيئة الكاملة قلت له اوكي بيصير خير تاني يوم قفلت موبايلي وما رح ما رحت يعني انا مين رح يكون اسهم مني بحالي انا لا بسمع ولا بشوف لا بسمع اصوات ولا بشوف اشياء فتيجي تأنعني انه انتي بس لانه بتساقط شعرك سو انتي عندك مص شيطاني او ما بارش وقت تسماني عندي جن عاشق كان هي الامور ليست بهذه البساطة استاذ غادا ربما انت تقومين باسقاط تجربة شخصية على كل المعالجين ولكن فعلا هناك حالات يعني نحن كما قلت لك لا نريد من المشاهدين ان يصدقوا كل ما نقول ولا ان يصدقوا كل ما يشاهدون ولكن يصدقون النصف ويتركون النصف الباقي للايمان على الاقل فرضية وجود هذه الامور يعني ليس امر سيء الاعتقاد بوجوده ما الفائدة منه ما الفائدة من وجود غيب ما الفائدة اذا انا اقتنعت انه هذه الاشياء موجودة علاجها بطريقة صحيحة لانه هناك امور لا تعالج الا عن طريق الرقية كيف هناك حالات عديدة التقيناها وامثلة وشهادات لمواطنين في كامل قواهم العقلية ولا يعانون من هذه الامور هناك العديد من النساء التي كنا غير قادرات على انجاب وتمكننا من الانجاب هناك بنات كنت لديهم اعراض غريبة اختفت تلك الاعراض عن طريق الرقية الان انت لديك تفسير انها طاقة سلبية اختفت او طاقة ايجابية ولكن هذا الامر لا يلغي الموضوع نحن لا نريد ان نعيب على جميع الرقات هذا العمل الذي يقومون فيه لان الرقيام موجودة في الدين الاسلامي والسحر والشعوذة من الامور المذكورة في القرآن اذا ذكر السحر والشعوذة في القرآن وقالت الاية يعلمان الناس السحر اكيد انه هناك علاج والعلاج كيف يكون عن طريق الرقية هذا الامر المنطقي ففرضية الغاء كل هذا الامر يعني صعبة التقبل هل هناك ضمان هل هناك ضمان ان هذا الراقي اللي رح تروح لعنده انه هو فعلا يشخصلك الحالة صحيحة هل يوجد منهجية بالاساس بتقلي هلا انا بتجي لعندي بشخصلك مثلا الحالة المرضية بقلك عندك واحد اثنين ثلاثين اربع في المنطق وبعطيك اياها بالطاقة من دون اي فحس سريري ومن دون ما مسك ومن دون ما اعمل اي شي طيب بس انا عندي منهجية بمشي عليها يعني انا غالبية الحالات اللي بتمشي مثلا انه كذا 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 في حلاج طيب اعطيني اعراض المس اعطيني اعراض انه شو الاعراض هون الفكرة طيب انا كيف بيضمني انه هذا الراقي ما بده يستغلني ماليا وكيف بده شو اللي بده يضمني انه انا اذا رحت لعنده ما اتعرض لاستغلالات اخرى ومو جلسة كمان في عنده تبعات يعني بتكون انت هلا اليوم وممكن بعد يقلي رجعي الاسبوع اللي بعده وتروح القصة سنين طيب ليس هناك انت تقولين انه ما هي الضمانات التي تدل على انه سفيقوم بعلاجي نعم كذلك ليست هناك يعني امور وضمانات بانه لن يقوم بعلاجك يعني لماذا تحكمين وتلغين انا ببساطة انا على مبدأ ما زال انت قادر تقرأ يعني يا امي عالج نفسك بنفسك حتى انا لا يجول عندي ما بدي يعني انا بامكاني مثلا استغل هذا الموضوع لا والله تعالوا عند اللي بيعالجوا بالطاقة لا 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 عالج نفسك بنفسك انا عم بعطيك مفاتيح يعني اذا مشيت عليها واحد اثنين ثلاثة اربعة وشغلت عقلك وعطيتك انا مثلا انه ايه بلش مثلا انه يا امي خل خل المعتقدات القديمة باش نحنا مصرين انه لا غيري العلاج عند غيري وفي انفسهم افلا يبصرون يعني بلش من نفسك انت خل انت عندك ال يعني رب العالمين وهبنا هذا الكتاب استثمروا اليك ليش لحتى انا الجأ للاخرين سوري منك هذا الشخص شو شو العمق اللي عنده اول شي شو المنهجية اللي بيتطبعه يعني انا قارئة على مدى سنين عمري هل هذا بدو يكون افهم مني لحتى يجي شخص هذا الموضوع هم يعتبدون على الاية التي تقول انه يؤتي الحكمة لمن يشاء نعم ومن اوتي الحكمة اوتي خيرا كثيرا يعني هنالك اشخاص بدون مستوى تعليمي وليست لديهم منهجية ولا اي خلفية علمية او مورائية او سميها كما شئتي ولكن لديهم حكمة ما هو تعليقك لا تعليق لا تعليق هل تعليق هو لا اعتراف ام اعتراض اعتراض بدون لانه انا بقناعتي انه قلتلك يعني المشكلة انه انا الجأ للمنهج التحليلي والمنطقي انه واحد زائد واحد يساوي اثنين يعني اوكي ممكن وكمان هناك مقولة تقول انه واخدوا الحكمة من افواهل مجانين ولكن هذا ليست القرآن نعم نعم ومن اوتي الحكمة اوتي자� خيرا كثيرة لكن خدوا الحكمة من افواهل مجانين직 ليست قرآن انا معك بهذا الكلام ليست المثال من الله ليست كلام الهي طب اوتي الحكمة اوتي خيرا كثيرا ما معنى الحكمة هنا كيف تأتي الحكمة أساسا فلذلك أنا أقول هي عبارة عن ملاءة معرفية بالقراءة 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 أروكم اقرأوا أروكم دعونا فعلا نأخذ خطوة جديدة لتوعية الجيل الجيل الشباب يعني أن درنا قدر الإمكان نبلش نفتح صفحة جديدة لنحافظ على الأجيال اللي بدأ تيجي بعض إذا نحن بدنا نمشي بهذا الموروس البالي ونرد ورثه لأولادي وأولادي ورثوهم لأولادهم كارثة كارثة إذا معناتها يعني أول شي العلم عم يتحدث كل لحظة نحن لاحظوا الانفتاح العلمي التسارع الفكري كل شي متاح قدام إيديكم بيروخوا على الفيسبوك ما شفت ناس بتقرأ ما شفت أنا ناس والله عم تفتح كتب وتقعد تتصقف تقرأ أي شيء طيب أستاذ نحن قربنا على نهاية الحلقة المفيدة ولكن أنا عندي أسئلة على عجالة أنت تقولين أنه أخبرتني قبل تصوير الحلقة أنك تعتمدين على بعض الآيات القرآنية في العلاج في العلاج آيات محددة بأنها تستخدم في مراكز الطاقة وكان حوار مفيد جدا أصلا اللي كانوا معنا في القاعات استفادوا كثيرا من كلامك أليس هذا النوع من الرقية أن تستخدمي آيات قرآنية من أجل شحن الطاقة في البشر أو تغيير الحالة النفسية للبشر؟ أليس تستخدمين أثريب الرقية بشكل غير مصرح أو غير مباشر؟ لا أخبرتك أنني أرقي نفسي فقط وأشحن شاكراتي أنا فقط لذلك أنا أستخدمها على نفسي لا ما بضر غيري ولا بستخدمها على غيري ولكن تلقينين الآخرين هذه التقنية ربما تنفحين الآخرين ربما مثلا إذا أنا بعرف أنه هذا الشخص على درجة وعي معينة فأنا بقدم له اقتراح أنه مثلا أنت عم تشحن الشاكرة بلون أبيض سو اشحن بطاقة القرآن وهو كمان عنده حرية يعني أنه هلأ مثلا أنا بشحن بالقرآن بتيجي مثلا رفقتي لا بتقلي مثلا شحنيها بالألوان طيب أنا بجرب هاي بجرب هاي إذا أنا شحنت بطاقة القرآن عم لاقي أنه مثلا الشحن أفضل فأنا بمشي على لكي يفهم المشاهدين أستاذ هذا ما معنى الشحن بالقرآن؟ شحن بالقرآن الذي تستخدمينها على نفسك يعني شحن بالقرآن تحدثنا أنه أصول العلوم الشرق الأسيوية أو الصينية بتتحدث عن مراكز طاقة في الجسم حسروهم بسبع مراكز أساسية اللي بيسموها الشاكرات الغالبية صار يسمع هاي المفردة كل شاكرة هي مسؤولة عن أعضاء بالجسم يعني مركز تجمع لطاقة الطاقة بهذا المكان كيف تعرفين أنه هذا الآية من القرآن بشكل خاص تؤثر على مركز الطاقة؟ هذه من تجربة الشخصية أنا أثناء قراءة القرآن أنه بشوف مثلا أنه هاي الآية بتناسب هذا المكان هاي الآية بتناسب مثلا آية الإنجاب مثلا أنه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين هاي منشحن فيها مثلا شاكرة الضفيرة لأنه هي المسؤولة عن موضوع الإنجاب الإنجاب والولادة وقص على ذلك يعني فكل آية مخصصة أنا بقناتي هذا طبعا منهجيتي أنا ولا ألزم أحد فيها ولا يعني في ناس ممكن تلاقي آية مناسبة أكتر في ناس مثلا ممكن تأذية على شيء تاني لكن أنا بشوفها بهذه الطريقة يعني أنا الدواء من جنس الداء بس أنه ثقت لا غير ولكن يعني الكلام مفيد جدا لأنه فعلا كلام الله فيها الكثير من الأسرار التي تحتاج إلى أبحاث متواصلة وإكشافات لن تتوقف على الأقل في هذا الزمن يعني نفهم من خلال هذا الكلام أنك يعني أنت تعترضين على الطرق التي يستخدمها الرقات في الرقيات الجماعية والرقيات بالميكروفون وبالهاتف وبالسكايب وأشكال مختلفة من الرقية الغريبة وأنت ترجحين أن يقوم الشخص برقية نفسه بنفسها عن طريق قراءة القرآن بمجهود جسمي خاص طبعا أنا مع أنه بداية أول شيء كل شخص بيشعر نفسه أنه هو مصاب أو عنده أي عارض ياخد قرار أنه هو بده يتخلص من هذا الشيء وأنه هذا الشيء سهل للعلاج يعني أنه لما أنا باخد قرار أنه أنا بدي أتشافى منه فعلا رح أتشافى من هذا الشيء قراءة القرآن أرجوكم بتدبر وبتماعون وبهدوء وكلياتنا قادرين وأي نية بتطلق أساس كل العمل إنما العمل وبالنيات فلذلك أنه أطلق النية على نية الاستشفاء فما رح تلاقي أفضل من نفسك لحتى تعالج حالك كعلى كله أنا أشكرك جدا أستاذة غادة على حضورك معنا الحوار معك فعلا مفيد جدا لأنك تتحدثين عن أمور يعني مجهولة على الأقل مجهولة لي استفدتم منها بلقائي معك ونتوجه بشكر مرة أخرى لنوال لأنها وافقت على المرور في البرنامج وسرد هذه التجربة التي تحمل جوانب قد يجهلها البعض وقد ينفيها البعض الآخر وقد يعترف بها الكثيرون ولكن على كل حال نحن نتمنى من نوال أن تبدو لمجهود أكثر على أمل أن تشفى من الأوضاع التي تعاني منها سوف يكون لنا رقاءات خلال الموسم أخرى مع نوال سنحاول أن نجمعها مع المعالجة عفوا المدربة والمختصة في تنمية البشرية الأستاذة غادة عرب ونفتح كذلك المجال للبرنامج من أجل تلقي وتصوير كل الحالات التي تعيش تجربة نوال أو تعيش تجربة أخرى ربما لا تفهمها سوف نساعدكم في فهمها وفي الأخير تقبل وتحياتي مشاهدنا الكرام ونلتقي بحول الله الثلاثاء المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة